كشف مدير صناعة الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة محمد شبيلي يوم الخامس 1 ديسمبر 2023 في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة لإداع الوطنية وقال المتحدث أن الفرع الجزائري المجمع ستيرونتيس الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقه مع الوكال الجزائري لترقية الاستثمار فمن المفترض أن يشرع مع نهاية سنة 2023 في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية فيات انطلاقا من مجمعات مجمع قبل دمج المكونات المصنعة محليا نهاية عام 2024 وبهنوضحهم ليه للمشاهد واش يقصد بانطلاق من مجمعات مجمع قبل دمج المكونات المصنعة محليا يعني المصنع يبدأ بالتركيب ونهاية سنة 2024 يبدأ بالإدماج المكونات المصنعة محليا وهذا الشرط رمحطوط في دفتر الشروط يعني السنة الثانية من بدء المصنع يكون على الأقل دمج 10% من مكونات السيارة مصنعة محليا كما أن هذا المصنع مطالب أيضا بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعد مصنعين ويتم طلاؤهما محليا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط وعن سؤال ليطرحوها الكثير من المشاهدين حول المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر رد السيد جبيلي أن الأمر يتعلق أساسا بالسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا وأشار المسؤول الذي ذكر أن استيراد وصناعة السيارات الديزل ممنوعين إلى أن المصنعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضا سيارات كهربائية مؤكدا أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات وهذا جواب على اللي رغم يقوله البنية التحتية ما كانش للسيارات الكهربائية في جزائر يعني اللي يخدم السيارات الكهربائية هو يزيد يخدم لك البنية التحتية لهذا النوع من السيارات وحسب قوله دائما فمن المفترض يجب أن يصل المصنعون إلى إنتاج من 60 ألف إلى 70 ألف وحدة سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة ودمج جزء مهم من القطع المنتجة محليا وقال المتحدث أنه يوجد من 300 إلى 350 مناوي لينشطون على المستوى الوطني في قطع غيار السيارات ومستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وفي الأخير ما تنسوش تشاركونا رأيكم في التعليقات والملتقى في الفيديو الجاي إن شاء الله سلام